وفي حلب دمرت وحدة من جيشنا الباسل جرفتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات وعربة محملة باسلحة وذخيرة ومدافع مضادة للطيران وقضت على اعداد من الارهابيين في محيط السجن المركزي وعلى طريق المسلمية وقرب محطة وقود الخولندي كما دمرت قواتنا مدفع من ايار 23 ملي متر مضادة للطيران قرب معمل السيف واليات متنوعة للارهابيين بما فيها من اسلحة وذخيرة شمال مبنى الزراعة وقرب معمل الزجاج شمال السجن المركزي وقضت على اعداد من الارهابيين كانوا يستقلون سيارات شرق قرية حيلان وفي حندرات قضت قواتنا على اعداد من الارهابيين ودمرت لهم مدفع من ايار 122 ملي متر مقطورا بجرار زراعي وعوقعت اعدادا من الارهابيين قتله ومصابين ودمرت اعدادا من الياتهم على طريق من بج الباب وفي قرية قبتان الجبل ومنطقة المحالج على طريق مطار النيرب وفي ريف حما دمرت واحدة من جيشنا الباسل مقرا للعصابات الارهابية التابعة لجبهات النصرى في بلدة عقرب وقضت على عدد من افرادها عرفا منهم اديب حمدان لبناني الجنسية ويوسف الحاج محمد اردني الجنسية الليبيان عبدالفتاح القواسمي الملقب بقناص الحولة وعبدالقاسم العلقان ونجيب ميرزا ومعاذ الصوفي والى الدب حيث استهدفت قواتنا تجمعا للارهابين في سرمين ما اسفر عن مقتل واصابة اعدادا كبيرة منهم وتدمير عربات عدة ومن القتل الارهابي الملقب ابو عرب متزاعم عصابة تابعة لجبهة النصرى وطاهر الصالح كما استهدفت قواتنا الباسل اوكار وتجمعات الارهابين في معرد دبسة واريحة وقضت على اعداد كبيرة منهم من بينهم احمد شيخ محمد واسماعيل الحسن وعمار كلش وعمر لبريكي ليبي الجنسية وقضت قواتنا على اعداد كبيرة جدا من الارهابيين خلال استهدافها تجمعاتهم في معمل الاعلاف ومحيط معسكر الشبيبة كما اوقعت قواتنا الباسل ارهابيين تابعين لجبهة النصرى بين قتيلا ومصاب في بنش منهم عبدالسلام اسعد السيد وعمار البدوي اضافة الى مقتل الارهابي باسم شعبان متزاعم جبهة النصرى في تفتناز وباصابة عدد اخر منهم واستهدفت وحدات من قواتنا الباسل تجمعات الارهابيين في مصيبين وطريق بنش الطعوم وسراقب والطلحية وقميناس وتل سلمو وابو الظهور وقصة للبرج والسنديانة وحلوز والاقنية والغسانية والشيخ سنديان والسرمانية ودوير الاكراد ما عدى الى مقتل واصابة عدد من الارهابيين بعضهم من جنسيات اجنبية في ريف الاذقية دمرت قواتنا الباسلة تجمعات الارهابيين في قرى الشمسية والقصاطر والباشورة ومزين وبيت ملق ما اسفر عن مقتل واصابة اعداد من الارهابيين بينهم الارهابي الملقب ابو سلمى والارهابي ابو راشد يمني الجنسية والارهابيون ماهر طبع وعصام خربطلي ومازن الحاج يحمل الجنسية المصرية اضافة الى تدمير سيارات محملة بالاسلحة والذخائر ومزودة برشاشات ثقيلة كما استهدفت قواتنا تجمعات الارهابيين في السكر وبيت ابلق والكبير ودروشان وجب الاحمر ما ادى الى مقتل واصابة اعداد منهم بينهم الصافي القرابي ليبي الجنسية والارهابي الملقب بلغول شيشاني الجنسية واحمد الكلسي سعودي الجنسية وعبدالله الخميس ومحمد العبكو اضافة لتدمير اعتادهم واسلحتهم الثقيلة ونبقى في ريف دمشق حيث اوقعت وحدة من قواتنا الباسلة الارهابي المدعو ابو الطيب متزعم عصابة ما يسمى لواء الاسلام وعدد من افراد عصابته قتلى في مزارع تل كردي بدومة ومن بينهم حسام البغداد واحمد كرنبا كما قضت على عدد من الارهابيين قرب وحدة مياه حرسة بينهم ايهم البيروتي وعمر حشاش وقضت على الارهابي احمد الريس متزعم عصابة ارهابية مع معظم افراد عصابته في بلدة ريحان بينهم الارهابي عماد مقداد وفي زملكة دمرت قوتنا مخبأا للاسلحة والدخيرة وقضت على عدد من الارهابيين بينهم محمد رسان وبشار قريحة متزعم عصابة ارهابية ودمرت اسلحة ودخيرة واوكارا عدة للارهابيين بمن فيها في الحجر الاسود واوقعت عددا منهم قتلة من بينهم يعقوب سليمان واحمد عبدالله في حين تم تدمير عربتين مزودتين برشاش دوشكا وبيقاع اربعة ارهابيين افغانيين الجنسية قتلة في مزارع ريمة بمنطقة يبرود وفي برزة والمزارع المحيطة بها قضت قواتنا على عدد من الارهابيين بينهم ارهابي ولقب بالسنفور واخر يدعى ابو سلمو كما استهدفت قواتنا عصابة ارهابية تابعة لما يسمى جبهة النصرة الارهابية وقضت على عدد من افرادها في منطقة عدرة ودمرت المعدات والاسلحة التي كانت بحوزتهم كما قضت قواتنا الباسل على اعداد كبيرة من الارهابيين في درع البلد عرف منهم ماهر بجبوج متزعم ما يسمى كتبة الخضراء وايمن خليل الرفاعي كما دمرت سيارتين مزودتين برشاشات دوشكا بمن فيهما وافر في درع استهدفت قواتنا الباسل أماكن وجود العصابات الارهابية في الشجرة وتسيل وسحم الجولان والشبرق ونافع وجملة وقتلت عددا كبيرا منهم بينهم جنسيات غير السورية عرفاء من الارهابيين القتلى ياسين لبريدي مفتي العصابات الارهابية في المنطقة وعرفات لقدادري الملقب سيف العرب من جنسية غير سورية وارهابي يدعى محمود ملقب ابو كرم اردني الجنسية وارهابي ملقب بالقنصل من جنسية غير سورية كما استهدف بواسلون تجمعات للإرهابيين في بلدة طفص وصماض وأم المياذن وقتلت وجرحت أعدادا من الإرهابيين عرفة من القتلى محمد الشهابي أردني الجنسية وفي بلدة الإحراك تصدت قواتنا الباسلة لهجوم إرهابي من جبهة النصرة وأوقعت أعدادا كبيرة منهم بين قتلا ومصاب ودمرت سيارات مزودة بردن